مساء الرضا كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين محبين الروتي فين؟ الروتي اليمني أو الروتي على الطريقة العدنية والفصولية العدنية الفصولية الحمراء أو الفصولية البيضة المكشنة حاجة جدا روعة وهذه الوقبة أو الفطار المفضل لكل عدني أظن كل عدني يحب الروتي والفصولية كده تأخذوا قطمة من الروتي وتأخذوا كده الفصولية وهي حامية وقلص الشاه الحليب الملبن يا سلام وأحلى فطار طبعا تعالوا أكلمكم قبل ما نبدأ على قوالب الروتي أو قالب الروتي قالب الروتي أنا أخذته من عدن وفيه ثلاث أنواع قوالب الروتي في عدن وإذا أنتم مهتمين بالقوالب الروتي وتش تعرفوا من فين أخذتوا وإيش الأنواع اكتبوا لي في التعليقات وأنا بننزلكم فيديو كامل خلونا نبدأ بالعقينة هنا عندي ثلاث أكواب من الدقيق أو ثلاث أكواب ونص أنا استخدمت دقيق فينا واستخدمت ملعقة صغيرة كريمة شانتي كمحسن أو ممكن سكر وملعقة صغيرة ملح وكمان استخدمت ملعقة كبيرة خميرة توليب التركية موجودة في عدن ممكن استخدموا أي نوع خميرة أني هذي الخميرة أخذته من عدن عشان واحد كلمني اللي أعمل الروتي هو أعلمني ومخبز هم اللي أعلموني الروتي فقالوا لي استخدموا خميرة توليب واستخدمت كمان ماء عادي بحرارة الغرفة إذا كان القو بارد استخدموا ماء دافي عقينة طرية وتتلصق باليد أنتم بتشوفوا كيف العقينة كيف طرية طبعا هم اللي علموني أعمال الروتي صراحة مخبزا ما بدكرش اسمه بس عطوني الطريقة وعلموني كيف أعمال الروتي الله يعطيهم العافية وتعلمت منهم فعلا وضبط الروتي حق عدن بالضبط ضبطه بعد كده شفوهم ولا يضفوا أي قطرة زيت خلاص على الطحين بس ولعقينة شفو كيف طرية وحاولوا تعقنوها كل ما عقنتوها أكتر كل ما طلعت أحسن خلاص بعد كده خلوها حاولونكم ترشوا طحين انتبهوا لا تعملوش ولا أي زيت يكون فيها الزيت فقط يندهن في القالب خلاص بعد كده عقنتي تمام وحاولت أني أحط من تحت طحين أرش عليها دقيق من تحت وكمان أرش عليها دقيق من فوق عشان ما تتلصقش معايا لما تتخمر بعد أن أغطيها تمام غطوها تمام تماما وخلوها تتخمر لما يتضاعف حق ما يمكن تاخد ساعة تقريبا أو نوص ساعة على حسب القو حرارة القو طبعا أنا خليتها شوفوا غطيتي بكيس عشان تتخمر معايا بسرعة بعد كده بفوطة وخليتها تتخمر ما شاء الله بعد تخمرت أخدت مني الصراحة تقريبا 30 دقيقة وما شاء الله وبدأت حسيت أن العقينة خلاص شوفوا ما شاء الله كيف طريقة كل شغلي بيكون بالدقيق زيهم هم يشتغلوا فقط بالطحين خلاص طلعت العقينة والآن ببدأ أقصم العقينة شوفوا بحكي لكم حاجة فأني بدأت أقصم العقينة بالميزان علشان تطلع لي الكرات كلها متساوية تقريبا ويطلع لي تمام في القالب أنا شوفوا الوزن طلع لي لما قلت أوزين العقينة كامل طلعت لي 822 جرام وزنة فأني بقصمي قصمة 8 يعني تطلع لي من 102 جرام بس أنا قصمت كله 100 جرام خليت كله 100 جرام والباقي اللي زادت مني العقينة عملته خبز عادي خبز صاج لكن تمام يعني يطلع لكم وزن العقينة الكرة لو بتعملوها 100 جرام 90 جرام 95 جرام بتطلع كده حلوة يعني كبيرة قرص خبز يكفي يعني الواحد يلا يأكل لكم قرصين خبز قرصين روتي قصدي وخلاص يشبع إذا ما عندكم شميزان وتشتوها كله متساوية أكواب القيص المعيارية كله قيصوا عليه نفس ما رويتكم زي كده طلع لكم كله بوزن واحد أو تكون الكرات متساوية في الوزن تقريبا هنا بدهان الآن عقالة بالروتي بالزيت لازم تدهنوا تمام بالزيت طبعا ليش ندهنوا بالزيت تمام عشان مرات التسق الروتي فأهم حاجة تدهنوا الأركان أني زاد علي قليل زيت من تحت بس مش مشكلة عادي بتشوفوا أنه بعدين لما يخرج لكن أهم شي الأركان يعني اضبطوها تمام في الزيت لأنه دايما التسق بسبب أنه قليل زيت هم يدهنوا زيت مضبوط قالوا لي يدهني القالة بزيت مضبوط بعد كده الآن الكرات دحرقوها زي كده زي المستطيل خلوها مش مستطيل استواني يعني من غير ما تفردوها وتلفوها زي الصامولي لا مش زي الصامولي أو خبز ايش يسمونه نحنا نسميه روتي فرنسي كده نفردو بعدين لفو لا زي كده زي الاستواني هم كده يعملوا في المخابز أنا قربت أفردو وألفو زي الصامول ما عقبنيش رقعت إيش أسوي نفسهم نفس كده لأنه العقينة طرية على طول كده تدحرق معاكم وتتمط يعني تتشكل على طول بشكل استواني بسهولة لأنه العقينة كتير حلوة بعد كده نحطه على القالب وأعدله أحطه بقالب الروتي وأحاول إني أعدله يعني كده أضغط عليه بشكل خفيف مش تضغطوا عليه تماما يعني بشكل خفيف هو بعدين لما يتخمر في القالب ياخد نفس شكل القالب أنتم بتشوفوه بعدين لما بيتخمر شوفوا كيف أحطه وأحاول إني بعدين أعدله بس إني أحاول إني لما أفرد العقينة أجيبه تمام نفس الحجم الآن بخليت تتخمر ساعة غطوها بسفرة أكل وزيادة الخير حطات البورد اللي كنت أفرد عليه كمان وهنا شوفوه قدو بتخمر باقيله شوية يعني بيكمل الساعة بسخين الفرن بحمي الفرن على درجات حرارة من 200 إلى 250 وخلص بدخل أول من يوصل حرارات 200 إلى 250 ويكون مر على ساعة خلص أدخل القالب الفرن أخليه بالوسط بس الحرارة تكون عالية بعد كده أخد مني 15 دقيقة بالفرن بعد فتحتره 5 دقائق من فوق يتحمر وما شاء الله أحلى روتي بتاكله نفس مخابز حق عدن نفس المخابز مخابز الحطب لأنه أني كمان القالب حقي أنا عمل بمخابز حق الحطب يعني فيه بوري حتى الحطب حاجة قدروا معه شوفو كيف الروتي طبعا تذكروا قالت لكم أني زاد عليها الزيت لما دهنت شوفو كيف الفتحات كبيرة من تحت شوفو كيف لما كان القالب لأنه الزيت كان بزيادة عشان كده حتى أنه تحمر أكتر عادي مش مشكلة يعني هو ما يتغيرش الطعم أهم شي يعني القوام بتشوفو كيف قوام وطري وحلو أول شي الروتي له قوام معين مقرمش من برع يقرمش كده وهاش ومن داخل رطب طري يعني ما يكونش لأنه يكون يا بس كمان كلموني نصيحة نصحوني أني ما حمرش الروتي كثير لأنه الروتي إذا تحمر قالوا لي تفتت تاني يوم يرجع يتفتت معاك فعلا لما أحمره أكتر من كده الخبز تاني يوم يتفتت معايا حتى فعلا لما نشتري يكون مرات قرص واحد يعني كثير تحمر يتفتت معانا لما نشتري من المخابز وما شاء الله شوفوا كيف الخبز من داخل طبعا في بولوب شوفوا كيف اللوب مقرمش كده من برع كده هاش مقرمش يا الله كم يذكرني بعدا مرات أني أكل الروتي يعني هنا وأني بالغربة كده أكل الروتي والله دموع تنزل مني فصراحة بقد يعني حاجة أنا من عشاق الروتي وأحب الروتي وبس والله وأني على طول الروتي حامي رحت كان زوجي يتغدى تمام رحت على طول كده دخلت له وقلي وغمص الروتي وهو حار بالإدام اللي عملته تقريبا لي سخنت له الإدام وأكل ثاني يوم نعمل الحمد لله ما شاء الله كنت كيفت كنت تتمني أنه يكون معي مطفاية وسمك ولا صنونة مطفاية ولا صنونة الهواء تعرفوا صنونة الهواء كده تغمصوا فيها الروتي وهو حامي كده يا الله لذيذ وهنا خلاص هذا شوفوا الروتي حق القراء تعرفوا القراء هو الفطور نقول له قراء فعلا أو الصبوح الصبوح الروح والغد ايش والصبوح الروح والغداء يجي ولا يروح يقول لكم صح المهم هنا حطت الروتي بكيس ورحت وديته أبيعه القرص بخمسين أمزح أمزح أكيد قلت لكم هذا حق الفطور حق الصباح وشوفوا بعد ما عملت الروتي أنا خركت أجيب مقاضي للبيت يعني أشياء ناقصاني للبيت وكده صورت لكم يا شوية أنا شوفوا رحت محلات كماليات أبو خمسة واخدت منه شوفوا إشلاقت واني لبسة العباية طبعا أني صور لكم عقبتني هذي عصارة ليمون كده تعصروا في شكل ورقة كده عليها خشبة كتير حلوة واخد لونش بوكس عشان أعملكم فطار عدني باللونش بوكس شوفوا كيف أخد ده الشكلين واخد هنا فصولية حمراء وفصولية بيضاء بالصوص الأحمر ويلا هنا نعمل الفصولية الحمراء اللي بالصوص الأحمر البيضاء اللي بالصوص الأحمر هنا بضيف على هنا عندي مقلاة اللي زي الحارضة بس بتكون حديد حطت ملعقة سمنة القمرية وبضيف لها حبة بصل كبيرة يعني أو متوسطة البصلة وخليه لما يتشقل لونه يصير كده لونه دهبي بضيف عليها شوية صلصة طماطم هي اختياري بس تطلع مع الكشنة حلوة لأنني بيستخدم قد لكم الفصولية اللي في الصوص الأحمر وكمان بضيف فصين من الثوم كشنوه تمام تمام أهم حاجة تكشينه شو تطلعوا فصوليتكم حلوة التكشين التكشين اهتموا بالتكشين وخلوه يتكشين الثوم مع صوص الطماطم كده كمان ضيفوا عرق فلفل أو قرني فلفل يعطي طعم حلو ما انتم كده تحمسوا الثوم وصلصة الطماطم بعدين بضيف الطماطم مفرومة مفرومة ناعم كده اقلبوها كده مع بعض الآن ايش بتضيفوا بتضيفوا الملح وكمان سكر يعني الملح ضيفوا ملعقة نص ملعقة كده ربع ملعقة صغيرة وكمان اضيف سكر عشان يكسر الحموضة حق الطماطم اختياري بس تعطي طعم حلو قربوا انكم تضيفوا كده رشة بسيطة وكمان رشة من الكمون ورشة من الكزبرة تمام واضيف شوية كمان اخلي شوية اذا شفتوه ناشف الطماطم ضيفوا ماء وكمان فلفل اسود تمام ووقتوكم اذا الطماطم ناشفة ضيفوا ماء الآن غطوها خلوه شوية كده تتسبك على بين ما افروم الكزبرة هنا ما شاء الله الطماطم كده دابت وتسبكت كده حسولة دايبة ضفت شوية من الكزبرة وبدأت اهرسها اما تهرسوها بكوب او تهرسوها بهالراسة يعني ايش زي كيف اقولكم تهرسوا الطماطم كده تخلوها مش باينة كده ناعمة تنعموها او ممكن بعلبة الفصولية اللي رمتوا بعضهم شوفوا كيف خلتها ناعمة بعد كده اضيف الفصولية الحمراء هي والصوس حقي وكامل قلبوها كده قلبتين وكمان ضفوا شوية ماء ساخن انا ضفت هنا كده ماء دافي عشان تتسبك تمام ترقع واضف شوية رشة كزبرة ورشة كمان كمون هنا رشة كمون وشوية كزبرة وكمان خلي اغطيها وخليها خمس دقائق كده تتسبك بعد خمس دقائق كده حس ان الفصولية تمام تسبكت وكده حسيتها قوامة حلو لا خفيفة ولا تقيلة خلاص تكون جاهزة رشو عليها الكزبرة وخلاص قدموها اذا بتاكلوا بالسفرة الاكل بتاكلوها او انتم تحشوها سندو تشاد زي ما تحبو خلاص قاهزة ما فيش اسهل مني وما فيش ألد من الفصولية بس والله واني رحت قبت الروتي طبعا الروتي اذا تشتونه يرقع رطبه طري يرقع اذا تشتونه مقرمش حطوه بالفرن شوية يسخن بالفرن واذا تشتونه رطب عادي سخنوه بالميكرويف عادي بس اني ولا سخنته ولا شي اني من اللي حطيته في كيس فوق الطاولة هو حامي الفصولية كده ردت لي روحي منصحت كده قوعت والله واني أطبخ كده أكلت وشربت ليش قلاص شاي حليب وهذا ألد فطار بتاكلوا ان شاء الله تعملوا الروتي وينقاح معاكم وتدربوا مع الفصولية حاجة قدر روعة وتعالوا الآن أرويكم اللانش بوكس العدني على الطريقة العدنية قبوا الروتي الروتي الصندوق وفتحوا زي كده وحطوا في بفصولية قبنة زبدو قام ومرات زبدو سكر اللي متوفر معاكم احشو السندوتش وغلفو كده بورق سندوتشات أو نحنا كانت قمت حطلية بكسة حارية وتعطيني مرات عصير ومرات تعطيني حليب أني كنت أحب الحليب بالفرولة كانت تعطيني أو المصروف يعني يكون حقيق اشتري لي عصير من المقصف انتم اكتبولي اش كنتوا تاخدوا فطار للمدرسة الآن ما شاء الله معدوش مفطار بقد يعني وبس وعملتو باللانش بوكس هذا كان عندي لانش بوكس وكانت حطلية بقد يعني كان عندي بس والله بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم بالعافية ليو لكم